كما أكد وزير التنمية المحلية هشام أمن أنه تم بدء تحريك الحافلات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء إلى مدينة شرم الشيخ لنقل الوفود المشاركة خلال فعاليات قمة المناخ وحيث تشارك الوزارة بـ 210 حافلات وذلك بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي ومحافظتي القاهرة والأسكندرية وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تحريك حوالي 113 حافلة من بينها 60 حافلة تعمل بالغاز الطبيعي و53 حافلة تعمل بالكهرباء مشيرا إلى أن هذه الحافلة تم تركيب الهويات البصرية لها بعد استلامها وكذا استصدار ترخيصا لازمة وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تدليل أي معوقات والالتزام بالبرنامج الزمني والمهام المحددة لجميع الجاهة المشاركة في هذا الملف وصرعة نقل باقي الحافلات الجديدة إلى شرم الشيخ وإنهاء الترخيص